كيف نقدر رمضان؟ هذا سؤال مهم جميل وعاوز تفصلك باختصار شديد باختصار شديد ما تيجو يا أخواننا نقط الخطوة الأولى الأولى الآن وهي التوبة إلى الله عز وجل نجدد التوبة جميعا إذ نبكي ترعم الشيخ محمد والله ولو كانت كالجبال لو كانت كالجبال لو كانت كزبد البحار لو كانت كحبات الرمال يا أخي أقبل إلى الكبير المتعل وأنت على قين المطلق بأنه جل وعلا سيفرح بك وبتوبتك إليه وهو الغني عنك دي أول خطوة يلا مع بعض كلنا نقط الخطوة دي نصدق الآن ما أخلي بالحضرتك الندم هو ركن التوبة الأعظم يلا ندم على كل اللي فات من تقصر وتضيع للصلاوة وكله نندم على ما مضى فالندم هو ركن التوبة الأعظم وبعدين نعاهد ربنا جل وعلا الآن جميعا من إخوة وأخوات وأباء وأمهات وأبناء وبنات نعاهد ربنا جميعا على ترك الذنوب كبيرها وصغيرها ترك المعاصي ثم نعاهد ربنا على العمل الصالح وفرصة لمضان مقبل نعاهدك يا رب على العمل الصالح إيه العمل الصالح؟ أصول الحسنات بقى أعقل بالك أصول الحسنات أصول جذور كبيرة أول شيء المحافظة على الصلوات اوعد ضيع الصلاة أول ما تسمع الأذان أسرع إلى بيت الله عز وجل لا تتخلف إلا لعذر شرعي عذر شرعي يمنعك من صلاة الجماعة كمرض كطعام كشراب وطبعا في رمضان ما فيش طعام ولا شرب بقى تسرع حتى المغرب حتى المغرب تفطر على تمرات على رطب أو على تمرات أو على ماء ثم تنطلق مباشرة إلى بيت الله تصلي المغرب في جماعة وترجع بعد ذلك لتتناول الإفطار يعني عود نفسك على هذا من أول يوم وما تخافش يعني بفضل الله هذا من أعظم الأسباب الصحية التي يغفل عنها كثير من الناس أن تتناول بعد هذه الساعات الطويلة يعني تمر أو جرعت ماء ثم بعد ذلك تصلي هذا تهيئ أو تهيئة حقيقية طبية علمية أو إن شئت فقل نبوية محمدية لهذه المعدة التي يعني تعطلت عن الهضم وعن الأكل وعن الشرب ساعات طويلة وبعد ذلك ترجع تأكل إن شاء الله تشعر بالسعادة وتشعر بالراحة نحافظ على الصلوات طيب بعد ذلك ورد يومي للقرآن استعدي من الآن يلا المصحف أمامك وتعاهد ربك على أن تقرأ ورد يوميا من كتاب الله عز وجل إذا منى الله عليك وقرأت ثلاثة أجزاء في اليوم تبقى نعمة طيب ما أقدرش عم الشيخ طيب نقرأ جزئين نختم في الشهر مرتين كويس أوي لا ما أقدرش طب مرة واحدة نقرأ جزءا في اليوم أوعد إلا عن كده ما بقولش أن هذا فرض أو واجب عليه لكن هذا فضل لا نبغي أن تضيعه في شهر القرآن وفي شهر الفضل وكان السلف ردوان الله عليهم إذا دخل رمضان تفرغوا للقرآن مع الصيام طبعا الإمام مالك إمام دار الهجرة كان إذا دخل رمضان تفرغ لقراءة القرآن وتوقف عن دروس العلم وتفرغ لقراءة القرآن وكان السلف جميعا كذلك فاحرص على أن تقرأ كل يوم على الأقل جزءا من كتاب الله تبارك وتعالى والله ما ياخد تلت ساعة من تلت إلى نصف ساعة جزء كامل من تلت إلى نصف ساعة طب نقرأه في ساعة ساعة مش كتير يعني ما تقرأ نصف جزء بعد الفجر ونصف جزء بعد العشاء أو بعد صلاة التروح أو بعد العصر حسب الظروف والأوضاع يبقى هذا شيء جميل جدا لكن لا تضيع القرآن الكريم يبقى نحافظ على الصلاة في جماعة نحافظ على قراءة ورد يوم من القرآن طيب أنا ما بعرف شقرة يا عم الشيخ ما بعرف شقرة في المصحف أنا رجل أمي اجتهد في أن تعوض هذا بسماع القرآن أو بالمحافظة على ذكر الله عز وجل خليك في ذكر داء لا يزال وسنك رطبا بذكر الله أكثر من لا إله إلا الله أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله أكثر من الاستغفار أكثر من الصلاة على النبي المختار أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله أكثر من قول سبحان الله وبحمده أكثر من قول التهليل أو التحميد أو التكبير الحمد لله والله أكبر والتهليل يعني لا إله إلا الله فالمهم يكون دائما في ذكر لله تبارك وتعالى ثم أوعد ضيع صلاة الترويح ما تنشغلش بالتلفزيون بقى ما احنا بقلنا سنين طويلة مع هذا الوباء ومع هذا البلاء لا تنشغل بهذا المؤمن حريص على وقته لا يضيع هذه الساعات الغالية في نهار رمضان راغم أنف عبد راغم أنف عبد أي ذل وهن والتصق بالطراب دخل عليه رمضان ثم انصرف رمضان قبل أن يغفر الله عز وجل له هذا يعني ولا حول القتل إلا بالله هذا خسران مخذول فلا تضيع هذه الساعات ساعات الفضل والرحمة والبركة تفتح أبواب الجنة وتفتح أبواب الرحمة وتغلق أبواب الجحيم وتصفض مرضة الجن والشياطين لا تضيع هذا الفضل وهذا الخير أبدا من صام رمضان إيمانا وحسابا غفر له ما تقدم الذنب تبوا الليل بقى الترويح من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ولو حافظت على صلاة الترويح كل ليلة مش ممكن أبدا هتفتك ليلة القدر خلاص لو وضبت على صلاة الترويح كل ليلة لن تفتك أبدا ليلة القدر سواء كانت بقى المطالع اختلفت هنا أو في أي دولة أخرى يعني إن شاء الله ستدرك ليلة القدر يقينا إن وضبت على القيام كل ليلة من ليلة رمضان والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أوعتين سباء النفقة أنت كل يوم حضرتك بتعمل إفطارا أنا واثق إن الإفطار اللي أنا بعمله واللي حضرتك بتعمله يكف معنا كمن أسرع للأقل الناس بتبقى وهي صيمة متهيأ لها الناحة تأكل يعني ما شاء الله أسأل الله نمتعني ويكن بالصحة والعافية لكن أرجو أن تعاهد ربك من الليلة على أن تطعم كل يوم مسكينا من طعامك الذي تأكله اللي انت بتعمله طلع طبق طبيخ وطبق رز من اللي انت بتعمله كل يوم لأسرة فقيرة عاهد ربك على هذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة وكان أجود ما يكونه في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عليه القرآن فكان أجود بالخير من الريح المرسلة حين يلقاه جبريل وربنا جل وعلا يقول يا ابن آدم أنفق أنفق عليك فأنفق تصدق على الفقراء وعلى المساكين وأنت في شهر الفضل والخير بهذا بفضل الله تبارك وتعالى نقول قد استثمرنا شهر رمضان وبحذر نفسه إخواني من الكذب والغيبة والنميمة وقول الزور والنظر إلى النساء والنظر إلى المحرمات من لم يدع قول الزور والعمل به فليس للي حاجة في أن يدع طعامه وشرابه فاجتنب الغيبة والنميمة وعى تنفعل وتتنرفز على الناس في الوظائف أو في الشغل بدعوة أنك صائم بل ما فرض الله علينا الصائم إلا ليهذب ضمائرنا وأخلاقنا إلا لنحصل التقوى فالتقوى هي الغاية من الصيام يا أيها الذين منه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ما إنفعش تقول أنا صائم في تتنرفز على الناس وتسب الناس وتشتم الناس ولذلك قال النبينا عليه الصلاة والسلام كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجز به يقول ربنا في حديث القدس كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجز به والصيام جنة أي وقاية فإذا كان يوم صومي أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقول قل له كذا ارفع صوتك ما وقل له فليقول إني صائم إني صائم إلى آخر الحديث بهذا إن شاء الله بالأمر يعني نستطيع أن نستثمر رمضان استثمارا يرضي الرحيم الرحمن لنحصل التقوى التي من أجلها فرض الله الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أسأل الله أن يرزقنا لكم التقى والعفاف والغنى إنه لي وذلك